ازايك يا شباب؟ نكملين مع بعض سلسلة الفيديوهات اللي بنحل فيها الأسئلة والمسائل اللي فيها أفكاره موجودة في كتاب بوكلة الوافي وان شاء الله في الفيديو ده عن حل الأسئلة والمسائل اللي فيها أفكاره موجودة في بوكلة رقم 6 وهنحل السؤال رقم 4 و 5 و 6 و 25 و 4 و 40 نيجي نشوف السؤال رقم 4 و 5 و 6 هم عبارة عن 4 و 5 مسألة ورقم 6 سؤال نشوف بيقول ايه؟ بيقول الشكل المقابل يمثل حركة الالكترون علما بأن سرعته 5 علامة عشرية 46 من 100 في 10 قص 5 متر على السكند وكتلاته 9 و 1 من 10 في 10 قص ناقص 31 كيلو جرام عاوز في رقم 4 ما رقم المستوى الذي يدور به الالكترون 5 احسب نصف قطر المدار 6 ما اسم الموجة التي تمثلها حركة الالكترون حول النوى نيجي نبتدي مع بعض بأن نحل رقم 4 ما رقم المستوى الذي يدور به الالكترون طبعا رقم المستوى بنحدده بسهولة جدا لان احنا بنشوف عدد الموجات اللي موجودة في المستوى ده طبعا موجة كاملة ودي بيبقى كده طول الموجة وبنبتدي نعد عدد الاطوال الموجية الموجودة بيدينا رقم المستوى او رقم المداري يبقى احنا لو جينا كده ابتدينا مسلا من النقطة دي هنبص نلاقي ادي عندنا كده دي موجة كاملة وبعد كده هنلاقي دي كده عندنا موجة كاملة يعني طول موجي ودي عندنا برضو كده موجة كاملة وبعد كده عندنا الموجة دي يبقى احنا كده عندنا اربع موجات او اربع اطوال موجية يبقى كده رقم المستوى ده المستوى رقم 4 يبقى كده ده المستوى الرابع بعد كده عاوز ايه احسب نصف كتر المدار طيب نصف كتر المدار احنا كنا واخدين له قانون سهل جدا نظرينا ان 2B-R بتساوي N مضروبة في لمضة طيب نشوف ايه اللي عندنا ايه اللي مش عندنا 2 باي ده رقم R هو نصف كتر المدار اللي عاوز يحسبه N ده رقم المستوى او رقم المدار وحنا لسه جايبينه هو باربعة محتاجين اللمضة هل اللمضة موجودة ولا لا مش عندنا اللمضة يبقى احنا دلوقتي مهمتنا ان احنا نجيب اللمضة طيب نجيبها منين هو المعطيات اللي مديها اللي مديني ايه مديني سرعة الالكترون طيب سرعة الالكترون ده اللي هو V سمول ومديني كتلته يعني مديني M للالكترون طيب M و V تفكرني بايه للالكترون طبعا على طول تفكرني بكمية تحرك الالكترون كانت كمية تحرك الالكترون عبارة عن M V طيب M V كمية التحرك ده كانت بتساوي ايه كانت بتساوي عندنا H على لمضة طبعا يبقى كده خلاص بسهولة من هنا هنقدر نجيب ان اللمضة عندنا اللي احنا عاوزين نحسبها هتساوي H على M مضروبة في V طبعا خلاص M في V عندنا H ده ثابت ثابت بلانك اكيد حيضيهنها طبعا في الامتحان يبقى لو جينا نحسب من هنا اللمضة يبقى اللمضة عندنا هتساوي H عبارة عن ستة وستمية خمسة وعشرين من الف في عشرة اص ناقص اربعة وثلاثين على M اللي هو كتلة الالكترون اللي هو مديهن هنا بتسعة واحد من عشرة مضروبة في عشرة اص ناقص واحد وثلاثين بعد كده مضروبة في ال V اللي هو السرعة الالكترون اللي هي عبارة عن خمسة علامة عشرية ستة واربعين من مية مضروبة في عشرة اص خمسة طبعا لو احنا حسبنا المقدار ده بالالة الحسبة عندنا هيطلع بيساوي واحد وثلاثة وثلاثين من مية مضروبة في عشرة اص ناقص تسعة طبعا انا هيطلع بوحدة ايه خلي بالك ان السرعة كانت بمتر على السكند يبقى كده ده هيطلع بالمتر طيب ناخد مهارة بقى لو احنا عاوزين نطلعه بالانجسترون مثلا لو هو طلب مني انه لازم يطلعه بوحدة الانجسترون يبقى احنا هنعمل ايه نعمل حاجة بسيطة خالص ان احنا لما بنتدى نحرك العلامة العشرية الناحية دي بيبتدي عند القص هنا يزيد بالسالب لما نحركها كده طبعا القص بيزيد بالموجب يبقى احنا لو جينا نحرك العلامة كده يبقى نقول ده بيساوي تلاتاشر وثلاثة من عشرة مضروبة في عشرة قص ناقص عشرة ووقتها العشرة قص ناقص عشرة طبعا كده ده بالمتر وطبعا يبقى وقتها عشرة قص ناقص عشرة دي نقدر نشيلها ونقول انها بتساوي تلاتاشر وثلاثة من عشرة انجسترون ده كده بسهولة خلاص كده احنا جيبنا اللمضة يبقى كده كل حاجة في المعادلة دي موجودة معادة نصف الكتر اللي احنا عاوزين نحسبه يبقى وقتها هيبقى الار بيساوي ان مضروبة في اللمضة على اتنين باي لو جينا نعوز هيبقى بيساوي ان احنا حسبينها باربعة اللمضة احنا لسه جايبينها بتلاتاشر وثلاثة من عشرة ده طبعا لو هنسيبها بالانجسترون على اتنين باي لو احنا حسبنا الرقم ده هيطلع بيساوي عندنا تمانية وستة واربعين من مية كده بوحدة الانجسترون طبعا انتهينا لو كتبت واحد وثلاثة وثلاثين من مية في عشرة والصناس تسعة يبقى اكيد هنا حيطلع عندنا نصف الكتر بوحدة المتر طيب نيجي نشوف السؤال رقم ستة بيقول ما اسم الموجة اللي تتمثلها حركة الالكترون حول النواة الموجة اللي بتمثلها حركة الالكترون حول النواة كنا بنسميها دي الموجة الموقوفة نيجي بقى نشوف السؤال اللي بعده السؤال رقم خمسة وعشرين بيقول احسب اطول واقصر طول موجة لطيف زرة الهيدروجين في متسلسلة ليمن علما بان طاقة الالكترون في اي مستوى تتعين من العلاقة اي ان بيساوي ناقص تلاتاشر ستة من عشر على ان تربية طيب عشان نبتدي نفكر في المسألة دي تعالوا ناخدها واحدة واحدة احسب اطول واقصر طول موجة تمام لطيف زرة هيدروجين في متسلسلة ليمن طيب متسلسلة ليمن ده يبقى المدار او المستوى رقم كام يبقى كده ده في المدار او المستوى رقم واحد يبقى كده الان بتساوي واحد تمام طب انا اقدر اجيب اطول واقصر طول موجة ازاي انا اقدر اجيب الطول الموجة بعد ما اجيب الطاقة بتاعتي يعني اجيب اقصى طاقة واجيب اقل طاقة وابتدي منها احسب الطول الموجة احنا طبعا كانت عندنا معلومة ان بتقول ان الالكترون عندنا بينتقل من مستوى طاقة اعلى لمستوى طاقة ادي او بيطلع عندي الاشعاع كل ما زاد الفرق ما بين المستويات يعني كل ما نزل من المستوى عالي المستوى اقل كده بتزيد عندي الطاقة اللي طلعة طيب احنا دلوقتي عشان نحصل على اقل طاقة طبعا اقل طاقة دي بتقابل اطول طول موجي لان العلاقة ما بين الطول الموجي والطاقة علاقة عكسية زي العلاقة ما بين الطول الموجي والتردد لكن التردد والطاقة العلاقة ما بينهم علاقة طردية لكن الطول الموجي والتردد أو الطول الموجي والطاقة العلاقة ما بينهم علاقة عكسية إحنا عشان نجيب أطول طول موجي إحنا عاوزين نجيب أقل طاقة طيب أقل طاقة كانت تيجي منين؟ دلوقتي ده في المدار أو المستوى رقم واحد يبقى أقل طاقة هتيجي لما الإلكترون ينتقل من المستوى الأعلى منه مباشرة المستوى الأعلى منه مباشرة لو المستوى رقم اتنين يبقى احمد الوقتي لو جينا نجيب الطاقة بتاعة الفوتون اللي طالع هيساوي اي اتنين ناقص اي واحد يعني معنى كده ان الالكترون تده ينزل من المستوى التاني للمستوى الاول طيب هو هنا بيقول لي ان طاقة الالكترون بتتعين من العلاقة دي يبقى خلاص ببساطة نيجي نعوض يبقى كده ده بيساوي اي اتنين في الوقت ده هتبقى بنائص تلاتاشر وستة من عشرة على طبعا اتنين ده المدار رقم اتنين يبقى هنا الان تربيع عبارة عن اتنين تربيع يعني باربعة بعد كده ناقص اي واحد يبقى هنا ناقص تلاتاشر وستة من عشرة على واحد تربيع طبعا بواحد لو جينا نحسب القيم دي هتبقى بتساوي القيمة دي هتساوي ناقص تلاتة واربعة من عشرة بعد كده ناقص وافتح كوس عشان ما تلخبطش لو حسبنا طبعا المقدار ده هيبقى ناقص تلاتاشر وستة من عشرة يبقى دلوقتي لو جينا نطرح هتبقى ناقص تلاتة واربعة من عشرة ناقص ناقص يعني زائد تلاتاشر وستة من عشرة لو جينا نحسب هيطلع عندنا بيساوي عشرة واثنين من عشرة بوحدة اي ودي اهم حاجة في المسألة القانون ده كان يحسب للطاقة بوحدة الالكترون فولت يبقى كده بالالكترون فولت مش بوحدة الجول طيب خلاص دلوقتي احنا جبنا الطاقة هو مش عاوز الطاقة هو عاوز الطول الموجي يبقى كده هيبقى عندي اطول طول موجي لما يكون عندنا يقل طاقة يبقى كده الطاقة بتاعتي كان عندنا قانون بيقولي ان اي طاقة الفوتون الخارج بيساوي اتش نيو بس هو هنا طبعا مش عاوز التردد هو هنا عاوز الطول الموجي يبقى هنستخدم القانون التاني اللي قلنا عليه لو عبارة عن اتش سي على لمدة طبعا هو اكيد في المسألة هيدينا ثابت بلانك وهيدينا سرعة الضوء يبقى لو جينا دلوقتي نقول هذا يؤدي الى ان اللامضة عندنا اللي احنا عاوزين نحسبها اللي هتبقى اطول طول موجي هتساوي اتش سي على الدلتا اي يبقى كده ده بيساوي ثابت بلانك عندنا بيساوي ستة علامة عشرية ستمية خمسة وعشرين مضروب في عشرة قص ناقص اربعة وتلاتين بس نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا ان ثابت بلانك بالمقدار ده عبارة عن جول في ثانية جول في ثانية تمام يبقى مضروب فيه سرعة الضوء عندنا هتبقى عبارة عن ثلاثة في عشرة قص تمانية ودي بوحدة ايه تبقى بوحدة متر على الثانية الدلتا اي عندنا دلوقتي عشرة واثنين من عشرة بس نخلي بالنا كده الطاقة اللي تحت ده بالالكترون فولت سابت بلانك فوق بتجول في الثانية يبقى لازم نحول الالكترون فولت لجول عشان الوحدات تروح مع بعض يبقى كده عشان احول الالكترون فولت للجول يبقى بضربها في شحنة الالكترون شحنة الالكترون عبارة عن واحد وستة من عشرة مضروبها في عشرة قص ناقص تسعتاشر وطبعا ما تقلقش في الامتحان هيدي لك ده كله هيديك سابت بلانك وهيدي لك سرعة الضوء وهيدي لك شحنة الالكترون لو جينا نحسب المقدار ده هيطلع بيساوي عندنا واحد علامة عشرية اتنين واحد سبعة تمانية مضروب في عشرة قص ناقص سبعة يبقى دلوها تهيبقى بوحدة ايه هنا هيبقى عندنا بوحدة المتر لان احنا السرعة هنا استخدمناها بوحدة المتر على الثانية طبعا لو طلب مني انو يحاولها الانجسترون بنفس الطريقة ابتدي ارحل العلامة كده لغاية لما خلي هنا ناقص عشرة يعني لو انا رحلتها كده هتبقى قص ناقص تمانية بعد كده ناقص تسعة ناقص عشرة يبقى كده ده بيساوي 1217 وثمانية من عشرة انجسترون خلاص دلوقتي احنا جبنا اطول طول موجي طيب عشان نجيب اقل طول موجي يبقى عاوزين نجيب اقصى طاقة طب اقصى طاقة تيجي امتى لما الالكترون يتحرك من المدار اللي رقمه مالا نهاية للمدار اللي هو موجود فيه في متسلسلة ليمن يبقى وقتها كده هيبقى الدلتة ايه عندنا هتساوي ايه مالا نهاية ناقص ايه واحد طبعا ايه مالا نهاية بتساوي سفر يبقى كده سفر ناقص طبعا ايه واحد احنا لسه حسبنا هنا يبقى هتبقى ناقص 13 وستة من عشرة يبقى سفر ناقص ناقص 13 وستة من عشرة يبقى ده بيساوي 13 وستة من عشرة وبرضو نخلي بالنا بوحدة الالكترون خلاص بقى دلوقتي هو عاوزي جيب الطول الموجي يبقى هنستخدم نفس القانون ده يبقى هيبقى عندنا دلوقتي اقصر طول موجي هيساوي اتش سي على دلتا ايه في الحالة التانية يبقى لو جينا نعوض عندنا هيبقى ادي الاتش عبارة عن ستة ستمية خمسة وعشرين من الف مضروبة في عشرة قص ناقص 34 بعد كده مضروبة في سرعة الضوء اللي هي عبارة عن تلاتة في عشرة قص تمانية تحت هتبقى عندنا على دلتا ايه اللي احنا لسه نطلعينا بتلاتاشر وستة من عشرة برضو الالكترون فولت عاوزين نحولها بواحدة الجول يبقى نضربها في شحنة الالكترون اللي هي واحد وستة من عشرة في عشرة قص ناقص تسعتاشر لو احنا جينا حسابنا دي بالالة الحسبة هتطلع بتساوي عندنا تسعة وطلاتتاشر من مية مضروبة في عشرة قص ناقص تمانية ووقتها طبعا هتطلع بواحدة المتر وبنفس الطريقة لو عاوزين نحولها بالانجستروم ابتدي احول كده يبقى لو حاولت كده العلامة يبقى عندنا ناقص تسعة حولناها كده تبقى عندنا ناقص عشرة بيطلع عندي بتسعمية وتلاتتاشر انجستروم ونخلي بالنا من معلومتين مهمين في المسألة دي المعلومة الاولى ان اطول طول موجي ده بيقابل اقل طاقة واقصر طول موجي ده بيقابل اعلى طاقة والمعلومة التانية نخلي بالنا ان احنا لما بنحسب بالقانون ده بيطلع عندي الطاقة بالالكترون فولت لو انا عاوز احسب منها اللامضة وعاوز احسب منها النيو لازم احولها بوحدة الجول نيجي نشوف المسألة اللي بعدها اللي هي رقم اربعة واربعين بيقول استخدمت الطاقة الناتجة من انتقال الكترون زرة الهيدروجين من المدار الرابع الى المدار الثاني لتشغيل دائرة كهربية لخلية كهروضوئية فاذا كانت اقصى طاقة حركة الالكترونات المنبعثة 18 من 100 الكترون فولت احسب دالة الشغل لمادة الكاسود طيب نقرى المسألة التانية واحدة واحدة ونشوف هو طالب ايه بالزبط دلوقتي بقول ايه استخدمت الطاقة الناتجة من انتقال الكترون زرة الهيدروجين من المدار الرابع الى المدار الثاني يبقى اول حاجة دلوقتي عندنا زرة هيدروجين وعندنا الكترون دلوقتي كان الالكترون ده حصل له حالة اصارة فابتدى طلع للمدار رقم اربعة اللي هو المدار رقم اربعة يبقى اللي هو عندي الطاقة كده في المدار رقم اربعة وبعد كده ابتدى ينزل عندي للمدار رقم اتنين اللي هو كده طاقة المدار رقم اتنين طبعا نتيجة انه تحرك ونزل عندي من مدار اعلى للمدار اقل أكيد بتدت تطلع عندنا طاقة يعني بتدت تطلع عندنا فوتونات كده الطاقة اللي طلعت عندنا دي أكيد طبعا دلوقتي الطاقة دي عبارة عن فرق الطاقة ما بين المستويين يبقى كده الدلتة إيه اللي هي هتساوي إيه أربعة ناقص إيه اثنين تمام الطاقة اللي طلعة دي بيقول لي إيه بقى استخدمت لتشغيل دائرة كهربية لخلية كهروضوئية يعني كده هي الطاقة دي هتسقط على خلية كهروضوئية طيب الفوتونات دلوقتي اللي ساقطت على سطح الخلية الكهروضوئية يعني كده سطح معدن فلو كان الطاقة دي أكبر من دالة شغل المعدن ده هتبتدي تطلع الإلكترونات لو كانت أقل طبعا مش هتطلع إلكترونات بس هو هنا قال لي إيه قال لي هي فعلا ابتدت تطلع إلكترونات وكان إيه بقى كان أقصى طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة يبقى كده مبعثت فعليا دلوقتي 18 من 100 إلكترون فوت طيب طاقة الحركة بتاعة الإلكترونات دي احنا كنا بنسميها إيه كنا بنسميها الكي عاوز يحسب إيه احسب دالة الشغل لمادة الكاسوت يعني هو عاوز يحسب الإي طيب دلوقتي من اللي احنا حكيناها ده ببساطة خالص نسيبه كده طاقة الفطون الساقط ده طاقة الفطون الساقط اللي هي الدلتة إيه أكيد هي دلوقتي أكبر من دالة شغل المعدن عشان تطلع عندنا إلكترونات فدلوقتي تبقى الدلتة إيه دي هتساوي دالة شغل المعدن زائد طاقة الحركة بتاعة الإلكترونات المنبعثة اللي هي الكي إيه وطبعا القانون ده كلنا حفظينه طيب هو عاوز يحسب دالة الشغل الكي إيه هو مدهنة يبقى احنا دلوقتي عاوزين نحسب مين عاوزين نحسب الدلتة إيه طب ما خلاص الدلتة إيه بسهولة بتساوي إيه أربعة ناقص إيه اتنين تعال نحسبها كده مع بعض يبقى دي الدلتة إيه عندنا هتساوي إيه أربعة هتبقى ناقص تلات تاشر وستة من عشرة طبعا بتبقى على الإن تربيع الإن تربيع هنا ده المدار الرابع يبقى أربعة تربيع يبقى على ستاشر ناقص ناقص تلات تاشر وستة من عشرة على إن تربيع بتاعة المدار التاني يبقى اتنين تربيع يبقى كده مدينا أربعة لو حسبنا المقدار ده هتطلع بيساوي عندنا ناقص خمسة وتمانين من مية ناقص نفتح كوس ما ننساش نحن نفتح كوس ناقص تلات تاشر ستة من عشرة على ربعة هتدينا تلاتة واربعة من عشرة لو جينا نحسب كده المقدار ده اللي هو ناقص خمسة وتمانين من مية ناقص ناقص تلاتة واربعة من عشرة يبقى هتطلع بيساوي عندنا اتنين علامة عشرية خمسة وخمسين ونخلي بالنا دلوقت احنا هنكتب ايه؟ قلنا القانون ده بيطلع للطاقة بوحدة الالكترون فولت وما ننساش المعلومة دي خالص خلاص يبقى احنا دلوقتي جيبنا الدلتة ايه طيب يبقى احنا هنا عشان نجيب دلت شغل المعدن اللي هي ال اي دابليو هتساوي الدلتة اي ناقص طاقة الحركة بتاعة الالكترونات اللي هي ال كي اي يبقى كده ده بيساوي الدلتة اي احنا لسه جايبينها باتنين علامة عشرية خمسة وخمسين ومنساش انها بوحدة الالكترون فولت ناقص طاقة حركة الالكترونات هو مديها لي ب18 من 100 الالكترون فولت يبقى كده كويس يبقى كده الوحدات متطابقة لو كان مديني طاقة حركة الالكترون بتجول يبقى كنا لازم نحول الالكترون فولت ده لتجول بان احنا نضربه في شحنة الالكترون اللي هي عبارة عن واحد وستة من عشر في عشر قصو ناقص تسعة عشر بس هنا كويس نوم الدهالي بالالكترون فولت يبقى كده ناقص على طول 18 من 100 يبقى ده هيساوي عندنا تنين علامة عشرية سبعة وثلاثين وكده بوحدة الالكترون فولت طيب لو احنا عاوزين نحول دلوقتي الناتج الاخير من الالكترون فولت لوحدة الجول عشان تبقى عندنا ده لتشغل مادة الكاسود بالجول يبقى كده هنضرب ده في شحنة الالكترون هيطلع بيساوي عندنا تلات علامة عشرية سبعة تسعة تنين مضروب في عشرة والصناقص تسعة عشر وكده بوحدة الجول زي ما انتو شايفين المسائل ما فاش حاجة صعبة بس نقرأها كويس ونخلي بالنا من التركات البسيطة اللي ممكن توقع عندنا المسألة وتخلي النواتج مش مزبطة طبعا اتمنى ان الاسئلة والمسائل اللي احنا نكون حلناها النواردة تكون سهلة بالنسبة لكم ويا ريت اكون عرفت افيدكم بحاجة في الفيديو ده وانتظروني في فيديوهات تانية ان شاء الله